اشتركوا في القناة هل فعلا اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن محمد وكان اسم قثم هذا الكلام يردده بعض الزملاء من النصارى خاصة المنصرون اللي هم عايشين خارج مصر وبيحولوا بقدر الامكان أن يشويه صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلصاق الأكاذيب والتهم به بشتى الطرق طبعا نحن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم سماء سماء لا تطاولها يد شلاء مهما عملوا مهما قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم مكانه عندنا عالي وقدره عندنا رفيع بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن الحاجات اللي قالوها حول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القص المهجر الهارب من مصر خرج ليقول أنا اكتشفت في بحث أكاديمي أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن اسمه محمد وإنما كان اسمه قثم وقعد يسرد بعض الأدلة من وجهة نظره اللي من خلالها بيحاول يثبت أن اسم النبي قثم وليس محمد صلى الله عليه وسلم الكلام ده يعني ربما يضحك منه المسلم حتى يقع على ظهره من شدة الضحك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولد في بيئة وله جيران وكان له أعداء وكان له أحباب ما قال له أبدا ما قال أحد له أبدا انت اسمك قثم لا أحبابه ولا أصحابه ولا حتى أعداءه وده يأتي في الحلقة بس خلينا نبدأ الأول نعرف هو يعني إيه قثم قثم يا جماعة في اللغة العربية قثم بضم القاف وفتح الثاء والميم مسكنة يعني المعطاء والقثم أو القثوم هو الجموع للخير ويقال للرجل إذا كان كثير العطاء لو رجل خير سابق يقال له رجل قثم والقثم هو المجتمع الخلق وقيل أيضا هو الجامع الكامل الكلام ده من الآلو؟ آلو ابن منظور في لسان العرب وقيل كمان في مقاييس اللغة إذن قثم اللي النصارى بيرددوها حول رسول الله ويقوله ده اسم محمد صلى الله عليه وسلم الاسم نفسه ما هو إلا مدح فلو افتربنا جدلا وليس على الحقيقة إن اسم النبي محمد كان اسمه قثم وليس محمد فاسم قثم نفسه هو مدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك أهل اللغة العربية وكما نقل عن العرب اللهم أرباب اللغة وأرباب البلاغة وعلشان كده كان في بعض العرب يسمون بقثم فمنهم مثلا عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخو أبو مباشرة أخو عبد الله والد النبي كان اسمه قثم لكنه مات صغيرا إذن قثم هو وصف للإنسان إذا مدح إذا أردت أنك تمدح إنسان وتقوله أنت معطاء أنت خيرك سابق بتقوله أنت قثم في لغة العرب واسم قثم لم يسمى به إلا عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي مات صغيرا كان أخو والد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولم يطلق هذا الاسم على النبي محمد إلا شلة المستشرقين والبغبغاوات من المنصرين الذين رددوا هذا الكلام حول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وذكروا في ذلك روايات يعني طول شرحها والكلام فيها كل كلام ملفق ومكذوب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقل أدوات البحث لما نروح إلى منابع العلم ما هو أصل العلم يا جماعة له أصول أنت عايز تعرف اسمه فلان بتروح إلى البيئة التي ولي فيها وتربى فيها وتعرف اسمه ما تروحش الواحد مثلا زي القسيس اللي مولود مثلا في القرن اللي احنا عايشين فيه عشان يحكم على واحد زي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة انت بتروح للبيئة اللي كان فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم البيئة اللي النبي صلى الله عليه وسلم تربى فيها كانت تعرف أن اسمه محمد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ولذلك ورد اسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في السير بطريقة يعني متواترة عند كثير من أهل السير فمثلا قالوا بلاش فمثلا دي فنقل لنا أهل السير إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ويمتد نسبه الشريف إلى عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام لو عايزين أقول لكم الاسم كاملا أقول لكم هو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النظر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان إلى هنا متفق على اسم النبي عند كل أهل السير والتاريخ والعرب اللي كانوا عايشين في عهد النبي إلى عدنان وعدنان متفق إنه من أبناء إسماعيل إذن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وجده عدنان وجده الأكبر إسماعيل وجده الذي فوق إسماعيل هو نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فإذن اسم النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه في البيئة اللي هو كان عايش فيها هو محمد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم حتى العرب نفسهم ما ثبت أبدا أن في حد ناداه بغير محمد حتى وهو صغير بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان ينادى بمحمد يعني مثلا حادثة شق الصدر لما شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم هو عنده أربع سنين كان في البرية هو وأخوف الرضاعة ابن حليمة السعدية جاء الملائكة فأخذ سيدنا النبي محمد كان عنده أربع سنين فطرحوه في الأرض ثم شقوا صدره ثم أخرجوا من الصدر علق سوداء ثم خياتوا الصدر ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم يمشي اللي شاف المشهد ده أخوف الرضاعة ابن حليمة فخرج يسعى إلى أمه فأمه شفته جاي يجري ووشه أصفر قالت له ما لك قال لها أخي هذا القرشي محمد جاءه رجال عليهم ثياب بيض فشقوا صدره فخرجت حليمة تسعى وتشتد حتى يعني قابلت النبي وهو صغير فوجدته قادم ووشه مصفر شوية سألته إيه اللي حصل فحكى لها إيه اللي حصل إذن ثبت اسم النبي حتى الأطفال اللي كانوا في سنين وعرفين أن اسمه محمد بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم المشركين في مكة كانوا عارفين أن اسمه محمد وكانوا بيلقبوه بالصادق الأمين لدرجة أنهم لما حبوا أن هم يجددوا بناء الكعب وكان سن النبي في الوقت ده خمسة وعشرين سنة وصلوا لمرحلة وضع الحجر الأسود في مكانه فاختلفوا كل قبيلة عايزة تنال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه فوصل بهم الحال أنهم يغمسوا الصيوف في الدم ده كناية عن إعلان الحرب قالوا إحنا إلا يحط الحجر الأسود في مكانه هنموته كل قبيل عايزة الشرف ده لنفسيها دخل عليهم رجل عاقل فقالوا منتوا على ما تهتوه لكون أنفسكم هتموتوا نفسكم ليه اجلسوا خلوا حد يحكم بينكم طيب مين اللي يحكم قالوا اللي يدخل من الباب الفلاني أو من الجهة الفلانية أول داخل هنعينوا حكم علينا فجلسوا ينتظرون فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليهم بطلعته البهية ووجهه الأنور كان سنه خمسة وعشرين سنة أو ثلاثة وعشرين سنة فلما رأوه جميعا قالوا هذا محمد هذا الصادق الأمين رضينا به حكما يبقى المشركين والناس اللي كان عايش بينهم النبي محمد كلهم كانوا عارفين أن اسمه محمد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم حتى المشركين نفسهم يا أخي المشركين بعد نبوة النبي محمد وإعلانه أنه رسول من عند الله المشركين ما يدروش يقولوله على فكرة أنت مش اسمك محمد أنت اسمك قثم على فكرة أنت اسمك قثم ما تخلناش نطلع أسرارك ما يدروش يعملوها كانوا عارفين أن اسمه محمد وعلشان كان من كتر حقدوهم وغلوهم وغذهم عليه كانوا بيحرفوا اسمه محمد وينادوله بالعكس فعكس الحمد الذن فكانوا بدل ما يقولوله يا محمد يقولوله يا مذمم طب لما هم مش عايزين ينطعوا اسمه محمد لو هم عارفين أن اسمه قثم مش كانوا قالوله يا قثم كانوا ندوله يا قثم من باب أولى لكن لأنهم ما كانوش يعرفوا أصلا أن اسمه قثم ولا يثبت له الاسم ولا عمرو تنادى بيه ما نداش بيه غير النصارى المعاصرين بتوع سنة 2000 بتوع الإنترنت الفيسبوك والبلتوك واليوتيوب بس النصارى دول لكن حتى الناس اللي عايشين مع النبي محمد ما ادروش وهم كانوا أكثر غيظا عليه ما ادروش يقولوله يا قثم لأنه مش عايزين ينطعوا باسم فيه مدح ومحمد اسم مليان بالمدح علشان كي حرفوا الاسم فقالوا يا مذمم حتى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم علق على الموضوع ده فقال ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد بكل بساطة يعني يقول الشتمة ما بتلصقش في صاحبها هم بينادوا يا مذمم ويقولوا لعنة الله عليك يا مذمم ويسبون مذمم والرسول اسمه محمد بكل بساطة ويسر لكن ماذا نقول في من قال الله عنهم أنهم ضلين ماذا نقول ضلوا ضلوا بدل ما ينشغلوا بكتابهم بدل ما ينشغلوا بدينهم بدل ما ينشغلوا بإرشاد شعوبهم فرغوا وقتهم للنيل من نبينا محمد ولا والله لا يستطيعون لا يستطيعون لأن الحاجات اللي بيقولوها على سيدنا النبي محمد ديها جماعة لو كانت فعلا فيه كان أولى الناس بحربه بها هم الناس اللي عايشين معاه يعني يا جماعة النبي محمد عاش في مكة 13 سنة يدعو إلى الإسلام مع ناس كفار رأسا كفار أصليين بيعبدوا الأصنام يعبدوا اللات والعزة ومنات وكانوا يرفضون عبادة الله وبيرفضوا نبوة النبي محمد وكانوا بيسخروا منه لو يعرفون أن اسمه كثم كانوا هيسبوه كان هيقولوله أنت اسمك كثم بس بتكذب وسمي نفسك محمد ولا ما كاناش هيقوله كده أكيد كانوا هيقوله لكنهم أبدا ما نطقوها ما قالوها ليه لأنهم يعرفوا أن اسم محمد صلى الله عليه وسلم اسم محمد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم حتى لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة المدينة المنورة كان فيها يهود وهم أشر خلق الله وكان فيها المنافقين وتخيل أنت المنافقين اللي هم أصلا طلعوا تهمة على زوجة النبي محمد اللي هي حادثة الإفك اللي أم بها المنافقين يعني المنافقين دول ناس ما عندهاش دين ناس ما عندهاش أخلاق ما عندهمش مرؤة عندهم استعداد يطلعوا عليك أي كلام بالكذب علشان يشواه صورتك المنافقين فلو كانوا يعلمون أن اسم النبي قثم وليس محمد هل كانوا يسكتوا هل كانوا يعدوها هل كانوا هيكبروا دماغهم ولا كانوا هيشواهوا بيها ويقولوا شفتوا أنتوا بتكذبوا يا مسلمين اسمه قثم بس أنتوا عدلتوها وخلتوها محمد علشان يعمل نفسه نبي آخر الزمان ما يدروش لماذا لأن النبي كان اسمه محمد فعلا علشان كالمنافق عبد الله بن أبايا بن سلول لما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليف مرة فعبد الله بن أبايا بن سلول أخذه الغيث مقدرش يقول على النبي إلا غبر علينا بن أبي كبشة نسبه إلى جد جده لأمة وكانت العرب لما تحبت يعني تنال من رجل ينسبوا الأمه أو لآبائه من أمة طب لو عبد الله بن أبايا بن سلول يعلم أن اسم النبي قثم مش كان قال غبر علينا قثم ابن أبي كبشة من شدة غل وحقده على النبي ما قدرش يقول اسمه لأنه عارف إن اسم النبي اسم مدح يمدح به ولذلك قال غبر علينا بن أبي كبشة سيدنا سعيل بن عمر لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليصالحه في صلح الحديبية النبي كان رايح من المدينة إلى مكة علشان يعمل عمرة المشركين منعوه المهم الناس مشيت بينهم لحد ما واقع الصلح بين النبي وبين المشركين في مكة المندوب عن المشركين اللي جاي يكتب بنود الصلحة كان رجل اسمه سهيل بن عمر أسلم بعد ذلك ومات على الإسلام رضي الله عنه وارضاه مات شهيدا رضي الله عنه وارضاه بالطاعون سيدنا سهيل بن عمر جاء للنبي وكان سهيل كافر وسيدنا النبي سيد المؤمنين بدأوا يكتبوا بنود الصلحة فأول بند سيدنا النبي قال لسيدنا عليه أكتب هذا من محمد رسول الله سهيل بن عمر ماذا قال؟ قال له أكتب من محمد بن عبد الله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك طب هنا سهيل لو يعرف أن اسم النبي قثم وبيقوله كمان على أبو النبي عبداللات فلو كان يعرف أنه هو اسمه قثم وعبداللات مش كان سهيل بن عمر وهو مشرك في وقت حربه بيعمله صلح كان قال له مين محمد بن عبداللات احنا ما نعرفوش أكتب قثم بن عبداللات لكن سهيل وهو مشرك يقول احنا ما نعرفش انت رسول ولا لا نفع عنه الرسالة بس لكن الاسم قال اكتب من محمد بن عبدالله فيكتب محمد بن عبدالله اذا الخلاصة يا كرام لو افترضنا جدلا ان اسم النبي او وصف كان قثم فهو جامع للخير فحتى الاسم اللي النصارى بيحول شوه بسيد النبيين هو اسم مليء بالمدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن التاريخ والواقع والحاضر يشهد بأن اسمه رسول الله ويكفي شهادة القرآن فالله لما خاطب محمد خاطبه باسمه فقال وما محمد إلا رسول وقال الله تعالى محمد رسول الله فنكذب القرآن ونتبع هؤلاء النصارى الذين لا يعرفون من يعبدون أصلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينه وإياكم إلى سواء السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته